لم تكن البسمة ترتسم على وجوه هؤلاء قبل ثلاث سنوات فقد عاش أبناء مديرية بيحان بمحافظة شبوة أسوأ فترة عرفتها المديرية حيث قاسوا فيها مرارة الحصار والسجن جراء احتلال ميليشيات الحوثي لمديريتهم وشن حملات اعتقالات وتهجير وتحكمها في شؤون حياتهم اليوم وبعد عام من تحريرها شهدت بيحان تحسنا ملحوظا في الجانب الأمني وتفائل أبناؤها بعودة الحالة الأمنية إذ تشهد استقرارا بالمديرية ومنذ الوهلة الأولى لرحيل ميليشي الحوثي عنها الذي عانت فترة طويلة من الاحتلال البغيض من ميليشيات الحوثي وعصاباته الذي دمرت وهجرت وقتلت كل الشرفاء في هذا المنطقة في هذا المديرية يتحدث أبناء بيحان عن حجم التضحيات التي قدموها للمشاركة في تحرير مديريتهم كما يتذكرون الكثير من الأسماء التي سقطت في الدفاع عن ممتلكاتهم من جائحة الميليشيات وهو ما ساهم في نهاية المطاف بعودة الحياة إلى طبيعتها تحرير بيحان كانت فرحة كبيرة وفرحة عارمة بعد ثلاث سنوات من الاحتلال الحوثي الهمجي البغيض ولله الحمد يعني الآن المواطنين يشعرون بالأمن والاستقرار والطمانينة ونشكر رجال الأمن ثلاث سنوات هي مقياس ما قسته المديرية التي نالت ما يكفي من حرب الميليشيات الانقلابية حيث عاثت فيها ولم تتركها بسلام صالح سالم قناة بالقيس شبوة